اهلا بكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان وحلقة خاصة واستثنائية جدا من الاهلي خط احمر اهلا بيك فارس مبروك الحداشر في الجزيرة اهلا بيك وسامة والحمد لله عملها النادي الاهلي وزي ما قلنا لكم الاسبوع اللي فات لو مش هيعملها الاهلي مين هيعملها ولو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية ده احنا قصة حبنا ليها اكتر من بداية والبداية دايما بتكون مع وقع للنادي الاهلي لان النادي الاهلي هو النادي اللي عنده القدرة على انه يحول الانكسار لانتصار تعال نقول لكم بداية حكاية نبدأ من اتس نوت فير اللي اتقالت في 30 مايو 2022 بعد الاحداث والملابسات اللي صحبت بطولة افريقيا والنهائي ما بين الاهلي والوداد البيضاء والمغربي من مباراة واحدة وتقالت لرئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الافريقي في لحظة ضعف امام كل عشاق قرة القدم الافريقية ولحظة قوة من رئيس النادي الاهلي في وقت الانكسار الانكسار اللي تحول وابتدت حلم الحداشر وياريت كمان تجيلنا من المغرب ياريت كمان تجيلنا من نفس الملعب بنفس الجيل يمكن اختلف الموديل الفني ولكن كان فيها عوامل كتير سابتة من ضمن العوامل دي ايضا جماهير للنادي الاهلي اللي حضرتكم شفتوا احتفالاتها اللي دائما وابدا جماهير النادي الاهلي هي رقم واحد في المعادلة هي اللي بتقدر تعجل من قصة بسرعة تتحول من الانكسار للانتصار كانت بداية اه كان فيه وقع اكيد خسران بطولة نهائي لكن وصلت في النهاية انك تحقق البطولة في بداية تانية اه في بداية تانية كانت على مدار مشوار البطولة ان انت تفقد ثلاث نقاط في دور المجموعات ولكن كانت الهزيمة قاصية جدا خمسة اتنين هزيمة كانت صعبة صعبة على الجميع ردود افعال كانت صعبة على الجميع ولكن قدر النادي الاهلي ان هو يحول لحظة الانكسار دي لحظة انتصار لحظة انتصار لما جات لك الفرصة تكون في اقدامك ان انت تواجه الهلال السوداني تفوز تصعد فلما تجيلك الفرصة للمرة التانية الاهلي ما بيجليش الفرصة قدرت تفوز بسلسية نظيفة مش بس كده انت وجهت فريق الرجاء في دور التمانية الفريق الاكثر تسجيلا للأهداف في دور المجموعات على مستوى كل المجموعات حرمته من انه يسجل في مرماك وتخطيت فريق الرجاء عشان تقابل فريق الترجل تنسي في الدور نصف النهائي عشان تبين معدنك وتقول انا هوصل للنهائي بجدارة واستحقام هفوز في تونس باكبر نتيجة بين النادي الاهلي والترجل تنسي في تونس هزيمة للترجل تنسي باقدام لعيبي النادي الاهلي 3-0 ثم تيجي تضمن التأهل بهدف لحسين الشحات ولما حسين الشحات يسجل في الدور نصف النهائي برضو دي لها حكاية على طول البطولة بتكون في المباراة النهائية ولكن ماشي في المباراة النهائية وفي مباراة الزهاب وبتسجل هدفين وقادر ان انت تضمن خلاص البطولة بشكل واضح جدا فيجي لك هدف برضو حسسك ببعض الانكسار برغم ان انت فايز فتتعامل على مدار اسبوع بافضل تعامل زي ما اتعملت بعد مباراة ساندونز افضل تعامل وقدرت تصل للمباراة النهائية وتجيب المدالية الزهابية لانك رفضت ان انت ترجع بالمدالية الفضية لما كان الموضوع اتسنت فير الجيم كله الجيم كله اللي كان بيتلاعب مع النادي الاهلي البطولة الماضية كان ام فير بالفعل ولكن النادي الاهلي اللي قدر يحول الحكاية من انتصار لانتصار وده فارس طبيعة النادي الاهلي اللي مهما مهما وقع له الف والف اومة ليه مليون قومة ويمكن بدأنا بالأغاني وسبحان الله هي مكملة برضو بالأغاني لأن أنا حب أقول الشعر في الحلوين والأهلي أقوله يا حلو في عيونه النادي الأهلي اللي عملوا البطولة ده خلاني أرجع وافتكر لما قلتلكم هنا إيه يا أهلي أنت ده إيه اللي أنت عامله ده إيه اللي الأهلي بيعمله ده جماعة النادي الأهلي بيكسر كل الممكن وكل المنطقي النادي الأهلي يغرد خارج سرب المنطق شوف الحالة اللي فيها مصر شوف الحالة اللي فيها الأهلوية على مدار أسبوع البهجة في الشوارع البهجة في البيوت الناس حاسين أن النادي الأهلي ادهم حاجة كانوا محتاجينها زمان والواحد صغير كان يسمع كده جملة بتتقال العقدة التونسية العقدة المغربية العقدة الجزائرية ولكن مع النادي الأهلي ما فيش عقدة وإنت مشجع للنادي الأهلي إفخر لأن ما فيش حاجة اسمها عقدة وإنت مشجع للنادي الأهلي أنت العقدة أنت عقدة الجميع تيجي تشوف بطولات النادي الأهلي 11 بطولة أكتر من ضعف أقرب منافس ليه تيجي تشوف النادي الأهلي بيحقق بطولات أكتر من كل بطولات دوري عبطال أفريقيا للفرع المغربية مجتمع سبع بطولات حق أقوى أكتر من كل بطولات الفرع التونسية والكونجولية مجتمعين ست بطولات أكتر من كل بطولات الفرع الجزائرية مجتمعة خمس بطولات مين اللي عمل ده أنت فوزي لغجع في يوم كان عنده حلم قال فيه أن انتهى احتكار النادي الأهلي وبدأ عصر الأندية المغربية بس وهو بيقول كده نسي يبص في تاريخ النادي الأهلي نسي يفتكر أن فيه غول فيه بعبع فيه كبير للقرة اسمه النادي الأهلي ومع النادي الأهلي أحلامك مجرد أوهاب بتيجي بعد مباراة سانداونز في 2019 أنا برجع بيجلس زمن في 2019 بعد الهزيمة دي وفي وقت فريقك فيه مش في أحسن حال وخسران نهائيين قبلها وعندك مدرب زي لازارتي تيجي تقول هتاخد تلات أربع سنين كل الفرق الأفريقية مرتاحة من النادي الأهلي لأ ده الأربع سنين دول اللي بعدها انت بتلعب فيهم أربع نهائيات بتحقق تلاتة منهم واللي بتتحرم منها كانت في ظروف غير عادلة مين يعمل ده النادي الأهلي محدش تاني في 2019 اتكررت بعدها السنة دي وبتخسر بخمسية من سنداونز الناس تقول خلاص نستنى نشوف الأهلي حيرجع امتى بترجع في نفس البطولة بتحقق أكبر فوز في تاريخك على أي فريق إفريقيا على القطن في الكاميرون بتحقق أكبر فوز وأكبر خصالة للترجي في قلب ملعبه بسلسية بتكسب وداده بتكسب رجاءه بترجع من المغرب بالبطولة مين اللي يعمل ده الأهلي وبس باع باع إفريقيا بجد يا وسائل ترجمة نانسي قنقر